كل الوسائل مسموحة بالنسبة للنظام الإيراني في سبيل إخماد الاحتجاجات المستمرة منذ مقتل الشابة الكردية مهسة أميني في سبتمبر الماضي حتى بنادق الصيد التي تعبأ بخراطيش وطلقات من نوع خاص لم تستثنى من حرب النظام على الشعب آثارها في عيونهم حيث تسبب بفقدان الكثير من المحتجين للبصر وأيضا على أجسامهم على شكل كدمات في أفضل السيناريوهات أو أنها أردتهم في حالات أخرى كما أظهرت تصور لناشطة إيرانية أظهرت إصابتها بعشرات التلقات من بنادق صيد يبدو أنها لم ولن تثنيها عن المضي في الاحتجاجات بعد أن كسرت حاجز الخوف وفقا لتقارير فرانس 24 فإن الخراطيش المستخدمة صناعة شركة الأسلحة شاديت وهي شركة فرنسية إيطالية مشتركة جمعها المحتجون للتحقق من البلد المصنع من خلال هذه المعلومات والأمر الذي يثير التساؤلات حول كيفية حصول النظام عليها هو الخاضع لحضر الأسلحة منذ فترة ومثل هذه الصفقات يعد انتهاكا صريحا لقوانين الاتحاد الأوروبي وانتقد التقرير الفرنسي وصول هذه الأسلحة إلى النظام الإيراني في الوقت الذي تقول في فرنسا أنها تدعم مطالب الشارع الإيراني وسبق لرئيسها ماكرون الاحتجاج لدى النظام الإيراني بشأن قمع الاحتجاجات كما أن الحضر المفروض على صادرات الأسلحة إلى إيران يشمل ذخيرة التلقات النارية وحتى خرطيش بنادق الصيد لتبقى علامات استفهام برسم الشركة المصنعة التي لم تقدم أي توضيحات نشر سعيد أفكاري شقيق المصارع الإيراني المعدوم منوير أفكاري على حسابه في تويتر ملفا لمحادثته الهاتفية مع شقيقه المعتقل في سجون النظام إلهام أفكاري المحادثات كشفت عن أن إلهام العشرات من الأطفال المعتقلين في السجن بتهم الإفساد في الأرض والحراب إضافة إلى التهمات أخرى كانت صحيفة نيويورك تايمس قد نشرت في وقت سابق مقابلات مع أباء بعض الضحايا وأقربهم بالإضافة إلى محامين وحقوقيين كشفت عن تعرض مئات المحتجين القاصرين للضرب والاعتقال في مواجهة أخرون مصيرا أسوأ بعد استهدافهم من قبل برصاص الأمن وأشار التقارير أيضا حقوقية إلى أن حياة مئات الأطفال مهددة